هذا وكان لوزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سلسلة لقاءات شملت ممثلية الحركات المالية الموقعة على اتفاق سلم والمصالح في مالي الممثق عن مساري الجزائر وكذا أعضاؤه مجموعة الوسطة الدولية إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي وعن القاسم وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة لتكثيف المشاورات وتبادل الأراء والتحليل مع الأطراف المالية وشركاء الدوليين حول سبل وأفاق تجاوز العقبات الحالية التي تعترض استكمال مصاري السلم والمصالح في هذا البلد الشقيق كما توجت اللقاءات بتأكيد التزام الجميع باتفاق الجزائر واستعدادهم للانخراط بكل جدية في المساعي التي تبدلها الجزائر بهدف بناء وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية وضمان الاستئناف السريع والتوافقي لأنشطة أليات متبعة تنفيذ الاتفاق وأكد أعضاء الوساطة الدولية وممثل الأمم المتحدة دعمهم التام للجهود التي تبدلها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية لدعم أمن واستقرار جمهورية ما لمعربين عن تطلعهم لمواصلة العمل تحت قيادة الجزائر للدفع بأهداف السلم والمصالحة والتنمية المستدامة في هذا البلد مما يسهم في إرساء دعائم الأمن في المنطقة برمتها